تتواصل عمليات أغراق الأسواق اللبنانية بالرخام والجرانيت حيث عبرت حدود العبودية 44 شاحنة محملة بأطنان من البضاعة دون حسيب أن رقيب وأسمحت لها سرطات لبنان بالعبور رغم كل الصرخات التي حصلت الأسبوع الماضي واللقاءات التي أجرها الصناعيون في جمعية الصناعيين ومع الرئيس سعد الحريري ومع وزير الصناع حسين الحج حسن الذين وعدوا باتخاذ إجراءات لحماية الصناعي لبنان الخطير في الأمر أن الأمن الصناعي تم اختراقه وهؤلاء الذين اشتروا هذه البضائع لإغراق أسواق لبنان لا يدفعون رسوم عبور تذكر كما أن حمولة هذه الشاحنات تتراوح بين 70 و100 طن في حين أن الوزن المسموح به لا يتجاوز الثلاثين طن وبالتالي أصبحت هذه الشاحنات تؤثر بالسلامة العامة وكل هذه البضائع ينافس تجارها المصانع اللبنانية وعددها 1070 مصنعا إضافة إلى المنافسة من قبل ما يتم استيراده من مصر والصين وأوروبا الأهالي والصناعيون اللبنانيون يقولون أنهم سيمنعون الشاحنات الأخرى الآتية من سوريا من العبور وهم يعتصمون عبر مفرق حمص لمنعها متسائلين عن الطمع والجشع الذي أصاب التجار الذين يأتون بهذه البضائع لتحقيق أرباح باهظة من خلال الإضرار باللبنانيين والاقتصاد اللبناني وخصوصا الصناعيين الأزمة ليست حكرا على مصنع دون آخر وعلى منطقة دون غيرها فهناك ألف مصنع في لبنان يعاني ويعتاش منها 30 ألف عامل بينما المضحك المبكي أن هناك أراضي تستخدم لعرض هذه البضائع والأحجار والجرانيت في مناطق لبنانية هؤلاء التجار شعروا بالإجراءات التي سيقوم بها الرئيس الحريري ووزير الصناعة وحاولوا استباقها وأحضار عشرات وعشرات من الشاحنات لإغلاق الأسواق وتحقيق الأرباح